وللمزيد من المتابعة معنا من تونس مراسل التلفزيون المصري أحمد أبو الحسن أحمد بعد التحية رئيس الوزراء اليوم في تونس على رأس وفد وزاري للمشاركة في أعمال الدورة السابعة عشر لللجنة العليا المشتركة مع تونس هل لك أن تطلعنا على مزيد من التفاصيل في هذا الخصوص تحياتي لك زمي والسادة المشاهدين من تونس الشقيقة حيث وصل دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء منذ قليل إلى تونس وكان في استقباله السيدة رئيسة الحكومة التونسية السيدة نجلاء بودين وعدد كبير من السادة الوزراء والمسؤولين في دولة تونس الشقيقة هذه الزيارة جاءت لدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على رأس وفد رفيع المستوى من السادة الوزراء المصريين لحضور اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية والتي سوف يشرف برئاستها رئيسي وزراء مصر وتونس هذه اللجنة هي الدورة السبعة عشر لهذه اللجنة نؤكد أن اللجنة السبعة عشر للجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس هي أقدم اللجان العربية حيث أن العلاقات المصرية التونسية قديمة منذ الأزل هناك أيضا تأكيد من سيد رئيس الوزراء على أنه سوف يكون هناك على هامش الاجتماع اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية عدد كبير من اللقاءات السنائية بين البلدين لمناقشة ودراسة العديد من المجالات المختلفة التي يمكن التعاون فيها وخاصة المجالات الاستثمارية هناك تعاون سوف يكون في مجال التربية والتعليم والتعليم العالي والكهرباء والاتصالات والإسكان وغيرها من المجالات الاستثمارية المختلفة بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين هناك أيضا ترحيب من الجانب التونسي بهذه الزيارة كان هناك أيضا تقدم الدكتور مصطفى مدولي رئيس المزراء بالشكر لما لقوا من ترحيب على أعلى مستوى من دولة تونس الشقيقة هناك أيضا نؤكد أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر وتونس على مدار السنوات الماضية أصفرت عن 135 وصيقة تعاون وبرتوكول تعاون بين مصر وتونس في العديد من المجالات الاستثمارية المختلفة والآن مصر وتونس أيضا يقدمان استمرارا لمسيرة النجاح والتقدم وتعزيز الاستثمارات وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقيني جاءت هذه الزيارة لاستمرار هذه النجاحات من العلاقات والاستثمارات هناك تأكيد على ضرورة أن يكون هناك شراكات مسمرة بين الجانبين في المجالات المختلفة كل هذا يأتي في إطار تحقيق رؤى القيادة السياسية في البلدين بين مصر وتونس هذه القيادة السياسية التي تسعى وتهدف وتصب دائما إلى توطيد أواصر العلاقات المصرية التونسية على كافة المستويات ليس فقط في المستويات الاقتصادية ولكن المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي والتعليم وكافة المستويات المختلفة هناك أيضا سوف تكون لنا أيضا متابعة مستمرة على مدار اليومين اليوم وغدا إن شاء الله لما سوف يتم ولما سوف تسفر عن هذه الزيارة لدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى دولة تونس الشقيقة حتى يتسنى لنا أيضا معرفة ما سوف يكون ما يتم الاتفاق عليه من التعاون في المجالات المختلفة ولكن هناك أيضا بوادر تؤكد أن المجالات سوف تكون في مجال التعليم العالي والتربية والتعليم والاتصالات سوف يكون لها باع كبير في هذه الزيارة وأيضا الإسكان وأيضا كافة المجالات المختلفة بدون استثناء لبعض المجالات ولكن هناك بعض المجالات الاستثمارية الكبرى التي سوف يتم التركيز عليها سوف نوفيكم بعد ذلك أولا بأول بكافة تفاصيل هذه الزيارة معكم على مدار الفترات الإخبارية إن شاء الله أحمد وإلى هنا زميلي أحمد أبو الحسن مراسل التلفزيون المصري كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك